هذا هو الواقع في مخيم نور شمس إلى الشرق من مدينة تول كرم مزيد من التدمير الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب الاقتحام الأخير الذي استمر قرابة السبع ساعات واستهدف بشكل كبير إحداث مزيد من التدمير في البنية التحتية نتواجد الآن على الطريق المحاذي للمخيم وتحديدا على الأطراف الشمالية هذا الطريق يعرف بطريق تول كرم نابلس دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي من البداية إلى النهاية الطريق الآن أصبح مغلقا أمام حركة المركبات الفلسطينية نتيجة التدمير الهائل الذي تعرض له خلال الاقتحام دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بأربع جرافات عسكرية إسرائيلية وعشرات الآليات العسكرية التي عملت بطبيعة الحال على تأمين عمليات التدمير وعمل جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعض عمليات التدمير الأخرى طالت مقاطع مرورية من الأطراف الشمالية لمدينة تول كرم تحديدا قرب ضاحية اكتابة هناك قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع رقعة عمليات التدمير على غرار ما حدث سابقا في جنين باستهداف المدينة وليس فقط المخيم وبطبيعة الحال هذا يدفع من فاتورة المعاناة إلى أن تصبح أسوأ مما كانت عليه في ظل عمليات التدمير المحيطة على الجهة المقابلة يسلك الفلسطينيون الآن وتحديدا حركة المركبات التي تخرج من مدينة تول كرم وتلك التي تأتي من مدينتي نابلس وجنين عبر هذا الطريق والذي يعتبر شريانا أساسيا للوصول إلى مدينة تول كرم في ظل الإغلاقات طرقا التفافية في هذه اللحظات لمحاولة التغلب على الواقع الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي تمكنت المقاومة الفلسطينية الليلة الماضية في بياناتها كتائب شهداء الأقصى وكتيبة تول كرم سرايا القدس من تفجير عبوة ناسفة بجرافة ديناين المجنزرة أدى ذلك لإعطابها على وقع طبعا اشتباكات مسلحة عنيفة شهدها مخيم نورشمس هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون يتزامن مع سلسلة اقتحامات مكثفة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية أبرزها تركز في مدينة قلقيليا شمال الضفة الغربية حيث اعتقل شاب وفي مدينة نابلس حيث اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان على وقع استهدافات واشتباكات وتنفيذ حملة مداهمات بطبيعة الحال هذا مشهد يومي لربما يتصاعد قبيل حلول شهر رمضان خالد بدير قناة الغد من مخيم نور شمس شرقة الكرم فلسطين